سؤال الأخ سيف يسأل إذا كانت الأسرة تقتصر على أضحية واحدة هل هناك مقادير معينة في الإجزاء لو أن الأسرة مثلا متكونة من أب ومعه أبنائه يعيشون معهم متزوجون ولكن يأتون إلى البيت للمشاركة في الأضحيات تكفيهم أضحية واحدة هنا مسألتان المسألة الأولى عن من تجزئ الأضحية والأضحية تجزئ الرجل عن نفسه وعن أهل بيته فإن كان هؤلاء من أهل بيته وبعض الفقهاء يقول بأن علامة ذلك أن يكون طعامهم واحدا في أغلب أيام العام أن تكون نفقتهم ومطعمهم واحدا فإنهم أهل بيت واحد أما إذا كانوا يسكنون في بيوت شتى وكل مستقل بنفقته ومطعمه فإن على كل رب أسرة أن يضحي عن نفسه وعن أسرته والمسألة الثانية وما يتصل بالتشارك فيما يمكن التشارك فيه من البدن من الإبل والبقر نعم الصحيح الراجح عند الجمهور جواز التشارك فالبدنة والبقرة تجزئ عن سبعة إذا كانت في السن الشرعية وسنها أو وسن الأضاحي باختصار شديد يعني غاية ما نجده في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اشتراط أن تكون مسنة والمسنة عند جماهير العلماء هو أن تكون ثنيا فما فوقها إلا في الضأن فإن الجذع يجزئ في الضأن أي في الخرفان والجذع اختلف فيه قيل أن يكون ابن ستة أشهر فصاعدا وقيل عشرة أشهر وقيل ابن سنة أكمل السنة ودخل في الثانية هذه أقوال أقلها ستة أشهر وقيل عشرة أشهر وقيل سنة هذا الضأن هذا الجذع من الضأن أما الثني من المعزي وعند الجمهور من الإبل والبقر فإنها فيما يتصل بالضأن أي بالشياة فتتم السنة الأولى وأن تكون قد دخلت في الثانية وقيل أن تكون ابنة سنتين وبالنسبة للبقر فقيل بأنها مثل الثني من البقر أيضا أن تكون قد أكملت الثانية ودخلت في الثالثة وقيل أكملت الثالثة ودخلت في الرابعة و أما الإبل فالثني من الإبل قيل أيضا هو ما أكمل السنة الثانية إذ في السنة الثانية تظهر ثناياه و قيل يعني بعض الفقهاء أوصل سن الإبل المقبول في الأضاحي و الهدايا أي للهدي أن يكون قد أكمل السنة الرابعة و دخل في الخامسة و قيل البقر مثل ذلك أيضا فالأيسر هو اعتماد الثني في هذه الأسنان لكنها تتفاوت من حيث السنوات و الذي يفهم لأنه إذا نظرنا إلى الإبل على سبيل المثال لا سيما في مجتمعاتنا في المجتمعات في عموم المجتمعات التي تأكل لحوم الإبل و تعتمد عليها فإن المسنة التي بلغت الخمس سنوات في الغالب غير مرغوب فيها على خلاف ما كانت يعني ظهرت ثناياها في السنتين فإن لحمها يكون طيبا مرغوبا فيه و بالتالي فهذا أوفق أيضا لا سيما و أن اللغة تسعفه و كذا أيضا ما يعني ورد عن بعض صحابة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أما البقر فكما قلت قيل بأن الثني أيضا من البقر ما أتم السنتين و دخل في السنة الثالثة و هذا فيما يجزئ عن سبعة لأن البقرة و البدنة تجزئ عن سبعة و في ذلك رواية مرفوعة عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و إلا فإن كانت عن أسرة واحدة فإنه يمكن عند طائفة كبيرة من الفقهاء أن تخفف هذه الأسنان تبعا لما يراد من إجزائها فإن كانت عن أسرة واحدة على سبيل المثال فقيل بأنه يجزئ فيها ابن مخاض أو ابن مخاض أو ابن لبون و ابن تلبون لأنها عن أسرة واحدة و قيل بأن الجذعة من الإبل تجزئ عن خمسة و الثاني منها تجزئ عن السبعة هذه إذن هي الأسنان فالتشارك في الإبل و البقر إذا كانت بهذه الأسنان سائغ جائز مقبول و الله تعالى آلم يعني الأسرة الواحدة لو أرادت أن تضحي ببقرة يمكن أن يكون عمرها سنة واحدة تكفي إن تكون ابنة بالنسبة للبقرة عند بعض الفقهاء نعم و قيل أن تكون ابنة سنتين يعني لأن الثاني عندهم أكملت بالنسبة للبقرة أكملت السنتين و دخلت في الثالثة فإن كانت ابنة سنتين نعم نعم يزاك من دخيل خدر الشيخ و الذي ترجحونه من قضية المعز لأنه ربما غالب أضاحي الناس دخلت في السنة الثانية يعني أكملت الأولى و دخلت في السنة الثانية حتى ولو بيوم واحد نعم طيب فيما يتعلق بهذا الموضوع هناك موضوعان الموضوع الأول ذكرتم بأن الأسرة التي تجتمع على طعام الواحد في السؤال هنا ورد من داخل الأستوديو إذا كان الإنسان يعمل هنا في مسقط نعم وأسرته معه هنا ولكن في العيد يذهب لزيارة أبي ليشارك الأسرة الأضحية هل عليه طالما أنه مستقل بنفقته وسكناه و مطعمه أغلب العام نعم فإن عليه أن يضحي عن نفسه و عن أسرته بمعنى أن أبوه يذبح مثلا وهو يذبح نعم و لهما أن يشتركا في بقرة أو في بدنة كما تقدم نعم و الحاصل أن أهل الأستوديو أيضا لهم خصوصية بتقديم سؤالهم بإثارهم في تقديم الجواب نعم ما شيء خصوصية أخرى أبدا نحن طيب حتى بعد برنامج إذا أمكان ترجمة نانسي قنقر